بيم أرابيا مركز أبحاث ونشر متخصص في البيم يشارك فيه متطوعون من كافة أنحاء الوطن العربي وذلك لإثراء محتوى المكتبة العربية بمراجع في هذا المجال رسالتنا بناء الإنسان المفكر المهندسي والمعلم العربي رؤيتنا معاكبة الفنون والعلوم الهندسية أهداف المبادرة هي مساعدة الباحثين والدارسين عبر الوطن العربي على معرفة وجهات النظر المختلفة حول نمذجة معلومات البناء فريق بيم أرابيا عمر سليم مؤسس بيم أرابيا دكتورة مهندسة صونيا أحمد المدير التلفيذي دكتورة في هندسة الإدارة والتشييد مهندسة نجوة إبراهيم سلامة الإشراف العام مهندسة معمارية مهندسة مرام زيدان فريق المراجعة مهندسة إنشائية مهندس مصطفى محمود فريق المراجعة مهندس إنشائي مهندسة ديماء ركابي فريق التنسيق مهندسة معمارية العدد الثاني والثلاثون وتجدون فيه ما يلي مدينة لوسل سلسلة مقالات مع البيم أم ضده البيم بين التصنيع والتشغيل Lean Construction معرض الخمسة الكبار للتشييد والبناء كيف تتبنى نمذجة المعلومات في شركتك Beam Soft Solution التكامل بين هندسة القيمة VE والبيم جوائز المعماريين العرب مدينة لوسل والتي أنسأتها شركة لوسل للتطوير العقاري نيابة عن الديار القطرية أكبر تطور منفرد يتم تنفيذه في دولة قطر وهو يجسد رؤية القطر الوطنية لعام 2030 في مجال التطوير العقاري وسوف يعيش أكثر من 200 ألف شخصاً في منطقة روسل ذات المناظر الخلابة حيث يتوقع أن يعمل 170 ألف شخصاً في المناطق المختلفة بالمدينة ومن المتوقع أيضاً زيارة 80 ألف شخصاً مرافق الترفيه وعلى مدى السنوات القليلة الماضية شهد قطاع الإنشاءات في قطر زيادة كبيرة في استخدام نمذجة معلومات البناء ولكن غياب المعايير الوطنية والقدرات المحلية للاستشاريين يشكل تحديات جديدة وتعد مدينة لوسل رائدة البيم في قطر حيث لديها أكبر نموذج بيم للبنية التحتية والتي يتم تطبيقها على العديد من العمليات التجارية مثل تراخيص البناء والتسويق والتصميم وعينت فيكون كمستشار رئيسي في نمتجة معلومات البناء لتحقيق تنفيذ بيم المتوقع البيم في مشروع لوسل إن إيجاد التعارضات بواسطة البيم أسهل وأقوى من الطرق التقليدية وكانت الاستراتيجية هي إنشاء النموذج ثم عمل تقرير بالمشاكل وحلها وقد اكتسب فريق لوسل الثقة في نموذج 3D الرقمية وتعلم كيفية استخدامه إما على شكل فيلم أو تفاعلي وقد تطور البيم ليكون لغة المشروع المشتركة التي يفهمها الجميع بالرغم من أن صناعة التشييد تعتبر الحق الأكثر فعالية في تطوير جميع البلاد ذكر إيفان في عام 1998 أنه يتمتع بطابع عكسي فقد واجه مشاكل في تدني الإنتاج وانخفاض الجودة وانخفاض الأرباح ورضى أقل لدى العملاء عند المقارنة مع صناعة أخرى مثل التصنيع أو تكنولوجيا المعلومات ويعاني أيضا من انخفاض الاستثمار في الأبحاث للتنمية لذا تحتاج زناعة التشييد إلى تعظيم قيمها بشكل خاص وتحقيق رضى العملاء وأرباحهم تحتاج إلى إضافة تفكير جديد في العمل وعملية لين كونستركشن المناسبة لهذا الهدف هو الآن بالراد لعام 1998 ونجد أن لين وبيم لا تعتمد على بعضها البعض أي يمكن اعتماد ممارسات بناء اللين بدون بيم ويمكن أيضا اعتماد بيم دون اللين ومع ذلك فإننا نفترض أن هذه الإمكانات الكاملة لتحسين مشاريع البناء لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يتم دمجها كما هي في نهج تسليم المشروع المتكامل تقنيتين رائدتين في تطوير صناعة البناء حيث أن لين كونستركشن يعتبر منهجا مفاهيميا لإدارة العمليات بينما بيم هو تحويل المعلومات إلى مجسم واحد ولكن هناك تفاعل قيم بينهما وإن نمذجة معلومات البناء واللين هي مبادرات مختلفة تماما ولكن كلاهما لهما عمق كبير وآثار على صناعة البناء والتشييد ويشير التحليل الدقيق للتفاعلات المتعددة التي لا حصر لها بينهما إلى وجود تآزر وتكامل يمكن إذا تم فهمها بشكل صحيح أن يتم استغلالها لتحسين عمليات البناء إلى ما بعد الدرجة التي يمكن أن تصل إليها سلسلة مقالات مع اليم أن ضده سنذكر في هذه السلسلة من المقالات ما الذي يعزز عمل اليم وما هي العوامل التي تحول دون الوصول إلى الهدف المنتظر منه بيم في البناء المستدام ارتبط بيم بالبناء المستدام أو بالاستدامة وعزز تحقيق الهدف من الاستدامة بشكل كبير لنذكر ما هي الاستدامة حدد مقال نشرته مؤسسة لافارج خولسم للتعمير المستدام مهمتها الرئيسية بهذه الطريقة يهدف البناء المستدام إلى تلبية الاحتياجات الحالية للسكن وبيئات العمل والبنية التحتية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة في الأوقات القادمة قسم مقال لافارج المراحل الأولية للبناء المستدام بهذه الطريقة أنها تنطوي على قضايا مثل تصميم وإدارة المباني أداء المواد، تكنولوجيا البناء والعمليات، كفاءة الطاقة والموارد في البناء ما هو الدور الذي يلعبه بيم في البناء المستدام؟ لطالما كانت نمذجة معلومات البناء بيم في طريعة تكنولوجيا التصميم والإنشاء لذلك من المنطقي أن تلعب دوراً هاماً في تحقيق أهداف البناء المستدام ولكن كيف تقدم بيم كفاءة أكبر خلال مراحل التصميم والبناء؟ يؤدي استخدام نماذج بيم إلى نماذج افتراضية ثلاثية الأبعاد يمكن مشاركتها واستخدامها بسهولة للتعاون في الوقت الفعلي والمحاكاة لاختبار منطق وتسلسل الإنشاء كيف تقدم بيم تحقماً أكبر أثناء مراحلة التشغيل؟ في الماضي، بمجرد الانتهاء من مشروع البناء، لم يكن هناك الكثير مما يمكن أن نفعله للمساعدة في تحسين العمليات الجارية للمبنى ومع ذلك، وبفضل المستوى العالي من التفاصيل وسهولة التنقل المتأصلة في النماذج الثلاثية الأبعاد التي يتم إنشاؤها باستخدام البيم يمكن تمرير ثروة من البيانات التشغيلية والبصيرة إلى مالك المبنى ومديره مما يحسن قدرته على تشغيل المبنى لأقصى حد البيم بين التصميم والتشغيل بإلقاء نظرة على توجهات العمل الهندسي الحالي، نجد أن تقنية البيم تفرد وجودها بقوة وتتغلغل بهدوء في مكاتب وشركات العمل الناشئة وتقدم نفسها للمهندسين المستجدين كمنطق عمل واقعي لا بد من تعلمهم من وجهة نظر ربحية في عالم العقارات، من المهم معرفة كمية الأموال التي يتم إنفاقها بعناية خلال فترة تشغيل المبنى وما تكلفه عمليات الصيانة خلال فترة المبنى وما هي محصلة عائدات الاستثمار للمالك الآن لا بد من تقديم دراسة لأي مستثمر تبين لها الجدوى الاقتصادية من استخدام التقنية التي يروج لها ويتم تقديمها كبديل عن الواقع يبدو هذا مربكاً، ولكن كمية المعطيات التي يوفرها نموذج بيم للمستثمر خلال فترة حياة المبنى كانت نقطة اتفق عليها المستثمرون ويمكن أن نختصر مخاوف المستثمرين من تطبيق هذه المنهجية في النقاط الخمسة التالية أولاً، اتخاذ بيم كظاهرة والاتعاد عن الفكرة ثانياً، سلسون أم معقد يتساءل الأفراد عن آلية الاستفادة من نموذج البيم ومدى عكاسه على تسهيل أعمالهم ثالثاً، صراع الأجيال التعلم التقني أسهل على العقول الشابة يجب الاستفادة منها وأيضاً، احتواء الخبرات المعرفية لدى المتقدمين في السن رابعاً، زر البدء ليس من السهل على الأفراد البدء ببساطة بصناعة نموذج البيم إذ تراويدهم مخاوف الفشل ونقص المعلومات أو البدء وعدم القدرة على الاستمرار ولكن لا وقت كافي للفشل والإعادة ولا بد من إيجاد طرق تساعد الأفراد للانتقال بطريقة سلسة خامساً، المصمم مقابل المشغل إذا كنت تريد تنفيذ بيم للتشغيل، يجب أن نأخذ الأمور التالية بعين الاعتبار كحد أدنى ما الذي تريد معرفته لتشغيل المبنى من الذي سيقوم بالوصول إلى المعلومات وتحديتها وما هي الطريقة الأكثر استخداماً لذلك كيف سيتم تخزين البيانات وكيف سيتم التحرك بين منصات البرامج إذ لم يكن لديك الخبرى فيما ذكر، أطلب المساعدة من المتخصصين في هذا المجال تخطيط موارد المؤسسة ERP تعتبر إدارة أعمال البناء مهمة شرقة وخاصة مع النحو السريع لمجال البناء ومشاريع البنية التحتية وتقع أحياناً هذه المشاريع في أماكن بعيدة ويصعب التواصل بين أطحاب المصلحة المختلفين المالكين، الاستشاريين، والمقاولين، مما يؤدي إلى التأخير وإهدار الموارد تخطيط موارد مؤسسة ERP تعود أصول نظم تخطيط موارد المؤسسات إلى أوائل السبعينيات وهي تشكل فئة برامج ناجحة للغاية وصلت إلى 10 مليار دولار قبل عقد من الزمن وتستخدم العديد من شركات المقاولات الكبرى حلول تخطيط موارد المؤسسات القياسية مثل SRB، Oracle وMicrosoft Dynamics بينما تستخدم شركات البناء الصغيرة والمتوسطة منتجات برمجية منفصلة مقترنة بالجهود اليدوية لإدارة أعمالها مثل www.odoo.com والآن ننتقل إلى الخصائص الرئيسة لبيم هي أولاً إثراء نماذج بيم ثانياً أكثر كفاءة ثالثاً تصميم متكامل أثناء التحقيق رابعاً دائماً ما يصل إلى تاريخ خامساً Open Beam Standard IFC سادساً وأخيراً الجزر بين التقنية والتشغيل عيوب نظام ERP أولاً يحتاج إلى إعادة هيكلية عمليات منشأة ثانياً كبرى تكلفته قد تكون مانع لتشغيله ثالثاً يحتاج لتقنية عالية رابعاً يكون غير مريح للمنشآت المتخصصة التي تود تغيير اتجاهها في المستقبل القريب بيم Soft Solutions بيم Soft INC مكتب له عشر سنوات من الخبرة في تقديم القدمات في مجال بيم وهناك تخفيض خاص لمتابعي بيم أرابيا فقط ابعث رسالة على إيميل بيمس أس آتيهو دوت كوم مع كتابة كلمة بيم أرابيا وصورة من كوبون الشراء لتسترد عشر بالمئة من قيمة ما دفعت ويمكنك الشراء لمجموعة برامج تختارها مباشرة من خلال إرسال ديسالة على الإيميل بالبرامج التي تريدها وسيطم إرسالها لك التكامل ما بين هندسة القيمة في إي والبيم هندسة القيمة هي طريقة حل المشكلات التي تنطبق على أنظمة اتخاذ القرار إنه نهج مبتكر وجهد منظم يستخدم إسلوبا خاصا ومجموعة من المعرفة وفريقا متعلما من أجل الحصول على اعتراف أفضل بالنطاق المشروع وتحديد التكلفة غير الضرورية وتعتبر هندسة القيمة بمثابة الجهد المنظم الموجه للوصول إلى الآتي أليف تحديد خصائص النظام السلعة الخدمة الإجراء ب تحديد قيمة لكل صفة أو خاصية من الخصائص المحددة سابقا جيم تنفيذ الخصائص والمواصفات بأقل تكلفة مراحل دراسة الهندسة القيمية الرئيسية أولا مرحلة ما قبل الدراسة ويغلب عليها الطابع التحضيري والتأكد من توافر جميع المتطلبات لبدء المشروع ثانيا مرحلة الدراسة وتتكون هذه المرحلة من الجسم الحقيقي والفعلي لدراسة الهندسة القيمية وهي ستة مراحل طبقا للمؤسسة الدولية لمهندسي القيمة International Safe ثالثا مرحلة ما بعد الدراسة تهدف هذه الورشة إلى متابعة التنفيذ وتحليل القيمة وتحسين التطبيق يمكن تطبيق الهندسة القيمية في أي مرحلة من مراحل دورة حياة المشروع من البناء من التصميم والتطوير إلى التصميم الأولي والنهائي والمشتريات والبناء أبا نوت تحقق ارتفاعا في أرباحها السنوية بنسبة 50% بفضل استخدام التقنيات المتطورة حازت الشركة على لقب أفضل شركة لصناعة الأثاث والديكور لهذا العام وحصل أيضا رئيسها التنفيذي كما الفرح على جائزة أفضل رائد أعمال للعام نفسه ويعود هذا الارتفاع في الإيرادات إلى اعتماد تقنية نمزجة معلومات المباني بيم بالإضافة إلى تطبيق التقنيات الأكثر تطونا في مرافق التصنيع والتخزين التي تمتد على مساحة 21 ألف متر مربع كيف تتبنى نمزجة معلومات البناء بشركتك؟ ما هي نمزجة معلومات البناء؟ نمزجة معلومات البناء تشكل ثروة في عالم البناء إنها استبدال لتكنولوجيا بتكنولوجيا جديدة لحل أكثر المشاكل التي تعاني منها الطريقة القديمة إن لم يكن كلها وهي عملية تعاونية تستخدمها صناعة البناء بأكملها بما في ذلك مجتمع AEC وFM والمالكين وأصحاب المصلحة وعدما ذوبم هو قرار تجاري ويمكن تنفيذه لتحقيق أولاً الربحية ثانياً جودة العمل المنتج ثالثاً الكفاءة في إنتاج العمل رابعاً التنافسية خامساً القدرة على التعاون سادساً الانفتاح على الفرص التجارية الجديدة سابعاً تمكين شبكات التواصل بين المشاريع من أن تكون أكثر تكاملاً من خلال تعزيز التعاون والتنسيق والتواصل ثامناً وأخيراً تمكين معلومات المشروع من أن تكون أكثر انتشاراً مع تحقيق شعار إدارة المعلومات في أي مكان وفي أي وقت جوائز المعماريين العرب لعام 2018 بعد النجاح الكبير الذي أحرزته مسابقة الأرش ماراتون في بيروت في شهر تشرين الأول وجوائز العمارة اللبنانية في شهر شباط لعام 2017 يطلق اتحاد المهندسين اللبنانيين بالتعاون مع هيئة المعماريين العرب مهرجان جوائز المعماريين العرب الذي سيقام كل سنتين في إحدى المدن العربية وحيث يعتبر هذا الحدث منصة لتبادل الأفكار والتداول حول واقع العمارة العربية المعاصرة وتكريماً لشخصية معمارية من البلد حيث تم تكريم النقيب المعماري الراحل عاصم سلام أحد رواد العمارة الحديثة في لبنان والرئيس السابق لهيئة المعماريين العرب الذي عمل على إظهار أهمية التراث والهوية الثقافية في تكوين العمارة المعاصرة وأساهم هذا الحدث في تسليط الضوء على أفضل ما أنتجته العمارة العربية خلال العشر سنوات الأخيرة كما يساهم التعاون مع الجامعات وكليات العمارة في تبادل الأفكار والربط بين التعليم والممارسة المهنية ويفتح أيضاً المجال أمام المشاركة الفعالة لجيل الشباب كانت معكم جود أحمد أشكركم على حسن الاستماع